أهلاً بكم إلى راديو فرصة العالم الأخيرة التابع لموقع World's Last Chance وهو خدمة مخصصة لتعلم كيفية العيش في استعداد دائماً لعودة المخلص طورا الفي عام والمؤمنون من كل جيل يتوقعون إلى أن يكون الجيل الأخير ولكن خلافاً للاعتقاد الشائع لم يعطي المسيح المؤمنين علامات الأزمنة لينتبهوا إليها بل على العكس حذر يهوشو مراراً من أن مجيئه سيفاجئ حتى المؤمنين وأوصاهم بإلحاح بأن يكونوا مستعدين دائماً إذ قال لذلك كونوا أنتم أيضاً مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان متى 24-44 راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة أشعر دائماً ببعض الشك عندما يقتبس الأشخاص بشكل عشوائي من سفر أيوب في النهاية جزء كبير من السفر ليس أكثر من مجرد خطابات عن البر الذاتي ألقاها أصدقاء أيوب أو معزوه البائسون ولكن في أيوب الخامس تمكن أحد الأصدقاء أليفاز من إبداء ملاحظة في محلها بالطبع صعق أيوب لكن ملاحظته دقيقة جداً يقول وهنا أقتبس إن البلية لا تخرج من التراب والشقاوة لا تنبت من الأرض ولكن الإنسان مولود للمشقة كما أن الجوارح لارتفاع الجناح ولسوء الحظ كان أليفاز محقاً فالحياة يمكن أن تكون مرهقة مفجعة فالأمور السيئة تحصل للطيبين هذه هي الحياة في عالم خاطئ وبالعودة إلى القرن الرابع عشر كتب المؤلف الإيطالي دانتي أليغييري في قصيدته الملحمية الجحيم الحياة هي وادي دموع وهي فترة تجارب ومعاناة هي إعداد مزعج ولكنه ضروري للحياة ما بعد الموت حيث يمكن للإنسان وحده أن يتوقع الاستمتاع بالسعادة أرى أن بيانه كئيب قليلاً فيهو يريد السعادة لجميع مخلوقاته حتى في هذه الحياة وفي الوقت عينه غالباً ما تكون هذه الحياة مليئة بالحزن والمعاناة والخسارة والارتباك والتوتر والمأساة ولكن هل سبق أن لحظت كيف يتفاعل أشخاص مختلفون بشكل مختلف والتجارب المؤلمة التي نواجهها جميعاً في وادي الدموع هذا رد فعل بعض الناس هو فقدان إيمانهم بالكامل فهم يسألون أين كان الرب عندما كنت بحاجة إليه لماذا سمح بحدوث هذا ويصبحون ملحدين أو في أحسن الأحوال لا أدريين كيف يمكننا أن نمر بمأساة ويكون إيماننا أقوى من قبل؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في حلقتنا التي تحمل عنوان سر الانتصار على المآسي كيف يمكننا استخدام الصعوبات لتقوية إيماننا؟ يوسف سيحدثنا عن كل هذه الأمور التي تتعلق بقوة الإيمان يوسف سر التغلب على التجارب بإيمان أقوى من قبل قائم في المكان الذي نختار التركيز فيه هل نركز على الألم أو نركز على المكاسب طويلة المدى التي يمكننا أن نعرف أنها ستكون جزءاً من إيرادة يهوى؟ هنا نرى سر زيادة إيماننا من خلال التجارب قول هذا أسهل من فعله وطبيعي التركيز على التجارب التي تسبب الكثير من الألم هذا أمر عادي إذا كنت تتألم فأنت تريد أن يتوقف الألم إذا كانت يدك على موقد ساخن فستسحبها إنه رد فعل وقائي ذاتي ولكن يمكننا حتى في خضم الظروف المؤلمة والمدمرة أن نختار الثقة وهو خيار يمكننا أن نختار تحويل تركيزنا من الخطر إلى وعوديا سامي انتقل إلى رومي الثامن كثيراً ما نقتبس الآيات الثامنة والعشرين لكنني سأضعها في سياقها فهذا المقطع يحوي وعوداً معبأة كثيرة اقرأ الآيات السادسة والعشرين حتى الثامنة والعشرين وكذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصل لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها ولكن الذي يفحص القلوب يعلم ما هو اهتمام الروح لأنه بحسب مشيئة يهوى يشفع في القديسين ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون يهوى الذين هم مدعوون حسب قصده التجارب مصموحة لسبب واحد وسبب واحد فقط لتنفعنا هذا كل شيء وعندما ندرك هذه الحقيقة المهمة سنكون قادرين على النظر إلى ما هو أبعد من مشكلات الحاضر إلى الخير في المستقبل سامي انتقل إلى مراث إرميا الثالث هذا السفر كتبه إرميا بعد سقوط أوروشاليم رغم علمه بأن دمار أوروشاليم قادم وقضائه حياته البالغة في تحذير الناس إلا أنه عندما حدث ذلك أخيراً كان مروعاً وكانت المعاناة عظيمة جداً إلى حد أنها حبست أنفاس إرميا وتسببت بذعره وفي الإصحاح الأول في الآية الثانية عشرة يسأل أما إليكم يا جميع عابري الطريق تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني الذي صنع بي الذي أذلني به يهو يوم حموي غضبه ثم في الآية السادسة عشرة على هذه أنا باكية عيني عيني تسكب مياها لأنه قد ابتعد عني المعزي راد نفسي صار بني هالكين لأنه قد تجبر العدو والآيتان العشرون والواحد والعشرون انظر يا يهو فإني في ضيق أحشاء غلط ارتد قلبي في باطني لأني قد عصيت متمردة في الخارج يثكل السيف وفي البيت مثل الموت سمعوا أني تنهدت لا معزي لي ومع ذلك حتى وسط هذه المعاناة الهائلة كان إيمان إرميا قويا اقرأ مراث إرميا الثالث الآيات الواحدة والثلاثين حتى الثالثة والثلاثين لأن يهو لا يرفض إلى الأبد فإنه لو أحزن يرحم حسب كثرة مراحمه لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان يهو لا يجلب عن طيب خاطر ضيقا أو حزنا ما لأحد بل يسمح بما يمكن استخدامه لخيرنا ولتعزيز مقاصد رحمته على الأرض التجارب مسموحة لمصلحتنا إنها تهدف إلى تحطيمنا وإعادة خلقنا فنتوافق ومشيئة يهو سأشارك قصة لتوضيح ما أعني هل سمعت بهوراشو سبافورد؟ لست متأكدا ربما يشتهر اليوم بكتابة كلمات الترنيمة باللغة الإنجليزية إنهن بخير مع روحي نعم تذكرته ترنيمة جميلة كلمات صاخبة في نوفمبر 22 من أي عام؟ عام 1873 كانت زوجته وبناته الأربع يبحرن إلى أوروبا فاستضمت البخرة بسفينة شرعية حديدية وغرقت الفتيات الصغيرات الأربع ووصلت السيدة سبافورد إلى إنجلترا ويلز ويلز وأرسلت برقية لزوجها تقول فيها نجوت وحدي هذا صحيح فكر في الأمر يا لها من مأساة خسيرا بناتهما الأربع آني صاحبة الاثنى عشر عاما وماكي فتاة السبع سنوات وباسي أربع سنوات والطفلة تانيتا التي لم تتجاوز الثمانية عشر شهرا واو كيف تتعافى من هكذا خسارة؟ ما لا يعرفه معظم ناس وأن هذا مجرد جزء من القصة كان سبافورد محاميا لامعا وثريا وكان شريكا رئيسيا في شركة محامات كبيرة وكان يتمطع بقدرة كبيرة على الاستثمار في العقارات ولكن عندما أدى حريق الشيكاغو الكبير عام 1871 إلى تحويل المدينة إلى رماد خسر كل استثماراته تقريبا ولهذا لم يسافر مع زوجته وبناته إلى أوروبا فهو كان يعمل على حل مسألة تقسيم المناطق واسترداد مواردهم المالية بعد الخسارة المأساوية لأطفالهما أنجبت السيدة سبافورد ثلاثة أطفال آخرين صبيا أطلقا عليه اسم والده وفتاتين صغيرتين عندما كان الطفل في الرابعة من عمره مات بسبب الحمى القرمزية كيف يمكن لعائلة واحدة أن تتحمل كل هذا؟ هذا محزن والأمر ازداد سوءا فقد بدأ أصدقاه سبافورد كأصدقاء أيوب بالهمس والنميمة والحكم وظنوا أن ياه كان يدينهم وابتعدوا عنهم تصرفهم قاس إذ لم يكفهم أنهما عانى الأمرين فحكموا عليهم أيضا والتخمينات الشريرة هي بمثابة إضافة الملح إلى الجرح انسحب الزوجان من طائفتهما المشيخية وأسسا كنيستهما المنزلية ومع مجموعة من المؤمنين ذوي التفكير المماثل انتقلا إلى القدس عام 1881 حيث أسسا المستعمرة الأمريكية وهناك عملا على مساعدة السكان المحليين بغض نظر عن انتمائهم الديني فاكتسبا ثقة المجتمعات المحلية اليهودية والإسلامية والمسيحية سمعت بالمستعمرة الأمريكية خلال الحرب العالمية الأولى ومن خلال الإبادة الجماعية للأرمن والأشوريين ساعدت المستعمرة الأمريكية السكان المحليين من خلال فتح مطابخ الحساء ودور الأيتام وحتى المستشفيات كل الخير الذي أنجزوه مدهش أظن أن الفندق ما زال قائما ويسمى الآن فندق المستعمرة الأمريكية صحيح يا سامي ولا تزال تعتبر أرضا محايدة يلتقي فيها المسلمون واليهود والمسيحيون الواقع عام 1993 1993 التقى ممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في الفندق لإجراء محادثات أدت في النهاية إلى اتفاق أوسلو للسلام مذهل سألت كيف يمكن لشخص أن ينجو من هذه الخسارة ويبقى حيا والجواب وسبب رواية لهذه القصة هو المكان الذي اختار هوراشو سبافورد أن يصب اهتمامه فيه واضح أنه بمجرد تلقيه برقية زوجته وضع سبافورد مخاوفه التجارية جانبا وحجز تذكيرة على أقرب سفينة للانضمام إليها وطلب أن يعلموه عند وصولهم إلى المكان الذي قتلت فيه بناته لا أعرف ما إذا كان هذا دقيقا أو لا لكن قرأت في مكان ما أنه عند منتصف الليل أبحر فوق قبر بناته المائي لا أستطيع حتى تخيل الأفكار التي دارت في ذهنه وهو ينظر إلى المياه المظلمة ولكن لدي فكرة عن شعوره لأنه خلال الإبحار فوق موقع تحطم الباخرة كتب كلمات الترنيمة التي بقينا نذكرها لليوم طبعت الكلمات لتقرأها يا سامي وبينما تفعل لاحظ ما كان سبافورد يركز عليه الأفكار الواردة في الكلمات هي التي أراحت تفضل عندما يعبر السلام كالنهر في طريقي عندما تتلاطم الأحزان مثل الأمواج العاتية مهما كان نصيبي فقد علمتني أن أقول كل شيء على ما يرام روحي على ما يرام رغم عربدة الشيطان رغم قساوة التجارب دع هذه الضمانة المباركة تحكم السيطرة لأن المسيح يراقب حالة البائسة وهو قد سفك دمه من أجل روحي ويعجل الرب اليوم عندما يكون الإيمان جليا تعود الصحب إلى الوراء سريعا ويدوي البوق وينزل الرب مع ذلك روحي على ما يرام لم يكن سبافورد غير مبال بخسارة أطفاله يمكنك أن تشعر بالألم الذي يفطر القلوب في كلمات الترنيمة لكنه كان يختارها وأؤكد على هذه الكلمة اختار التركيز على يهوى وخطاته رغم الألم وهذا ما عزاه جلب له السلام وجعل إيمانه أقوى مما كان عليه لذا سأخصص بعض الوقت لأتحدث عن غرض التجارب إذا أبقينا الهدف الشامل في تفكيرنا فسنجد الإيمان للثقة بأن كل أمر سيصحح في النهاية ربما ليس في هذه الحياة لكن يمكننا أن نثق بأن يهوى عندما يمصح الدموع هذا هو ما وعد به في الرؤية الواحد والعشرين الآية الرابعة تقول وسيمصح يهوى كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت لن يكون هناك موت فيما بعد ولا حزن ولا بكاء لن يكون هناك ألم فيما بعد لأن الأمور السابقة قد مضت عندما يفعل ذلك ونلمس كمال خطته سنوافق على أن كل ما مررنا به كان يستحق العناء في النهاية أتذكر أنني قرأت ذات مرة أن يهوى يقودنا دائما في طرق نختارها لأنفسنا إذا تمكننا من رؤية النهاية من البداية كما يستطيع هو أن يفعل وإذا فهمنا ما هي خطته صحيح لكننا لا نستطيع أن نرى النهاية من البداية ولا نعرف ما هي الخطة بالكامل وهنا يأتي دور الإيمان قلت سابقا إن التجارب تهدف إلى تحطيمنا وهذا لا يبدو معزيا لا ليس كذلك يا سامي نحن لا نحب أن ننكسر وهذا غير معز أحيانا يكون الأمر مؤلما ولكن من غير المقصود أن يكون الأمر معزيا ماذا تقصد؟ كم عدد الصلوات التي ليست أكثر من قائمة للرغبات ولا أقصد أن هذا أمر سيء بالضرورة فيهو مستعد وراغم في الاستجابة لكل دعوة مساعدة فهو يقول لنا في المزمور الخمسين الآية الخمسة عشر وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني ولكن إليك المعنى هل تكون علاقتنا به وثيقة ومحبة وفيها ثقة إذا كنا نتحدث معه فقط عندما نحتاج إلى أمر منه؟ هل لدينا حقا علاقة به؟ ليس حقا بل نستفيد منه بسبب ما يمكنه تقديمه إلينا هذه ليست علاقة حب وثيقة نحن البشر نحب أن نكون مكتفين ذاتيا عندما تسير الأمور على ما يرام نميل إلى الاعتماد على أنفسنا لا نفكر في الصلاة حتى عندما تسير الأمور كما يجب وهذا لن يعلمنا الاعتماد على يهوى أتذكر جدتي كلما كنا نشتكي من صعوبة ما في الحياة كانت تبتسم ابتسامة لطيفة وتقول لو كان الجبل سلسا لما تمكنت من تسلقه ملاحظة سديدة وهذا ما نراه في تجربة بني إسرائيل فهم تعرضوا مرارا لظروف صعبة وحتى لظروف يائسة أولا كانوا محاصرين في البحر الأحمر لا سبيل للهروب وماذا فعلياه؟ وفر لهم سبيلا للهروب نعم من خلال استحابهم لعبوره دعمهم خلال عبورهم البحر الأحمر تماما كما يدعمون خلال التجارب هو لا يوقف التجارب بل يمنحنا القوة لنبقى أمناء من خلالها ثم ماذا حدث؟ نفد الماء ثم الطعام ثم نفد الماء مرة أخرى مرارا وتكرارا طوال الأربعين عاما من التجوال ظلوا يواجهون مواقف سيئة للغاية وكان يهوى ينقذهم لم يتمكنوا من فعل ذلك بقوتهم الخاصة وكان هناك هدف من كل هذا وهو جعلهم يتعلمون أن يهوى يمكن لثوق به كان بإمكان يهوى شق البحر الأحمر بمجرد وصولهم إلى هناك وكان بإمكانه توفير الماء والطعام قبل نفاذ الإمدادات ولكن كانت ستفوتهم الدروس التي يحتاجون إلى تعلمها الاستقلال والاكتفاء الذاتي يبعداننا عنها صحيح لا يروقني قول ذلك ولكن عندما تسير الأمور كما يجب يسهل أن ننساه هذه هي المشكلة إنها جزء من طبيعتنا الساقطة سامي اقرأ لنا كورنثوس الثانية الثاني عشر الآيات السابعة حتى العاشرة كان بولوس يواجه تجربة فطلب المساعدة من يهوى كان واضحا أن الموقف أزعجه لذلك طلب من يهوى أن ينقذه منه وحصل على رد مفاجئ تفضل ولألا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لألا أرتفع من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي ينبغي ألا تكون التجارب والصراعات التي تعلمنا الاعتماد على يهوى مؤلمة فهي تهدف إلى تقريبنا منه وعندما ندرك ذلك عندما نقبلها في هذا النور يتم استبدال ألم خيبة الأمل بالثقة والحب والإيمان الزائد يؤمن الروم الكاثوليك بأن البابا معصوم من الخطأ ويسمع معظم المسيحيين هذا ويفترضون أن هذا يعني أن الكاثوليك ينظرون إلى البابا على أنه بلا خطيئة لكن بالنسبة إلى أي شخص من الروم الكاثوليك معصوم من الخطأ يختلف عن كونه بلا خطيئة أحياناً كثيرة يحاول البروتستانت أن يظهر لإخواننا وأخواتنا الكاثوليك أن هذه العقيدة خاطئة من خلال الإشارة إلى الأخطاء وحتى السلوك الشرير لباباوات سابقين كثيرين والبروتستانت الذين يتبعون هذا النهج يعتبرون أن كلماتهم يستمع إليها الصم ويتساءلون لماذا يبدو أن الكاثوليك لا يعترفون بمدى شر بعض باباواتهم السبب بسيط في حين أن البروتستانت يساوون بين معصوم من الخطأ وبلا خطيئة الكاثوليك لا يفعلون ذلك وبطبيعة الحال لن يضيع أي شخص من الروم الكاثوليك الوقت في محاولة ضحض الحجة على ما لا يؤمنون به بأي حال لمعرفة الحق حول عقيدة العصمة الباباوية وعلاقة الكتاب المقدس بذلك ابحثوا عن مقالة بعنوان العصمة الباباوية هذا ليس ما يعتقده معظم البروتستانت على www.worldslastchance.com قد لا تكون هذه المقالة متاحة بجميع اللغات ولكن نعمل باستمرار على ترجمة المقالات الجديدة إلى أكثر من ثلاثين لغة مختلفة لذا إن لم تتمكنوا من العثور عليها فاتشوا مرة أخرى في الجزء الأخير أوضحت كيف تهدف التجارب إلى تحطيمنا نعم يا سامي إنها تهدف إلى إبعادنا عن الاكتفاء الذاتي المكتفي ذاتيا وجعلنا نعتمد على يهوى وهذا يقودنا إلى الأمر التالي الذي تسببه لنا التجارب إنها تعيد خلقنا وهي خطوة ضرورية قبل أن نتوافق مع مشيئة يهوى وهو الهدف الثالث من التجارب لديه دائما هدف وهذا ما يجب أن نتذكره عندما نمر بالتجارب فتحطيمنا يقودنا إلى السماح لأنماط جديدة من التفكير والسلوك بالتطور وهذا ضروري إذا أردنا أن نكون غالبين نقطة سديدة نحن نتحدث عن الفداء لكن الأمر يتخطى مجرد الاسترداد أذكر مرة قبل سنوات أنني قرأته أو سمعته في خطبة وكانت الفكرة أن الفداء من دون إعادة الخلق ليس خلاصا كرر جملتك الفداء من دون إعادة الخلق ليس خلاصا ممتاز يا سامي كما ذكرنا سابقا خالقنا هو معيد خلقنا نعم إنه يحبنا ويقبلنا كما نحن ولكن لأنه يحبنا تحديدا يريد سعادتنا ويعلم أن ذلك لا يأتي إلا وفقا لإرادته وهذا ليس مستحيلا فهو خالقنا يعرف ما الذي سيجعلنا أسعد وعلينا أن نثق بأنه أعلم نعم أظننا نميل إلى نسيان أهمية ذلك بصفته خالقنا يعرف ما الذي سيجلب لنا أكبر قدر من السعادة لكننا نرتبك لأن طبيعتنا الساقطة ترفض أن تتوافق مع إرادته تماما عندما ندرك المكاسب التي تتجاوز الألم سنستسلم حتى ولو كانت التجربة لا تزال صعبة ستكون أسهل عندما نختار الثقة إن ردنا إلى الصورة الإلهية هو عملية فيه يقبلنا كما نحن وإنما كنا لكنه لا يستطيع نقلنا إلى حيث علينا أن نكون المزمور 103 الآية الرابعة عشرة تقول لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن لن يقودنا بسرعة تفوق قدرتنا على متابعته ماذا يقول إشعياء الأربعون الآية الحادية عشرة عن كيفية قيادة يهولنا كراع يرعى قطيعة بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات يهو يقودنا ويعيد خلقنا بالسرعة التي نستطيع المواكبة فيها وعندما نتبعه عندما نخضع لقيادته ونثق بمحبته رغم التجارب يتمجد عندما ننمو وننضج ونظهر ماهيته للعالم من خلال كلماتنا وأفعالنا ولهذا من المهم أن تكون لطيفاً دائماً ومتقبلاً للخطأ وأن لا تطلق الأحكام عليهم إذا أردنا أن يتحلوا بالثقة بأن الآب سيقبلهم عندما يلجأون إليه فعلينا أن نعكس اللطف والقبول نفسه ونترك مهمة التبكيت للروح القدس هذا يذكرني بما ورد في الأمثال الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج الصخط نعم، عندما نصل إلى النقطة التي نرد فيها على الاتهامات والظلم بعدم الرد يمكننا أن نعرف أن يهو يغيرنا نحو الأفضل فهو يساعدنا على الندج لنكون على صورته ولا يتم ذلك دفعة واحدة هل يتحول لاعب كمال الأجسام من الجسم النحيل والهزيل إلى جسم مليء بعضلات ضخمة من جلسة واحدة لرفع الأثقال؟ طبعا لا، التحول عملية كلما أصبح هو أو هي أقوى تضاف أوزان إضافية حتى ترفع أوزان أثقل بكثير الأمر سيان فيما يتعلق بعملية إعادة خلقنا وتماما مثل لاعب كمال الأجسام أو الرياضي أو الراقص أو الفنان أو الموسيقي تماما مثل أي شخص يطور مهارة ما الأمر يتطلب الصبر والمفابرة يتطلب الاستعداد للالتزام به عندما نكافح، عندما نعاني علينا أن نبقي أعيوننا على الجائزة ونتذكر بأن اليهوى خطة سامي انتقل إلى كورانثوس الثاني الرابع ابدأ بالآية الثامنة وتابع حتى نهاية الإصحاح الآية الثامنة عشرة فهم بولوس أننا عندما نكافح في التجارب إذا تمكننا من الحفاظ على تركيزنا على الهدف من وراء الألم فلن يصيبنا اليأس وسنتحل بالشجاعة والقوة للمثابرة تفضل مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متحيرين لكن غير يائسين متهضين لكن غير متروكين مطروحين لكن غير هالكين حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يهوشوة لكي تظهر حياة يهوشوة أيضا في جسدنا لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يهوشوة لكي تظهر حياة يهوشوة أيضا في جسدنا المائت إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم فإذ لنا روح الإيمان عينه حسب المكتوب آمنت لذلك تكلمت نحن أيضا نؤمن ولذلك نتكلم أيضا عالمين أن الذي أقام الرب يهوشوة سيقيمنا نحن أيضا بيهوشوة ويحضرنا معكم لأن جميع الأشياء هي من أجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالأكثرين تزيد الشكر لمجد يهوة لذلك لا نفشل بل وإن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية وأما التي لا ترى فأبدية أترى أين كان بولوس يحفظ تركيزه؟ في مكان ما في إحدى رسائله وصف بولوس كل ما عاناه من أجل الإنجيل تعرض للجلد مرات عدة كان محطما حتى إنه رجم مرات عدة وترك ليموت لذلك كان يعرف كيفية التغلب على التجارب والسر هو ذلك التجدد الداخلي يوما بعد يوم إننا نتلقى هذا التجدد الداخلي كهدية عندما نختار أن نثق بيهوى ليعمل كل ما يريد لصالحنا سنقرأ الآن رومي الخامس الآيات الخمسة الأولى مرة أخرى يظهر بولوس كيف يمكننا اكتساب القوة عبر التجارب فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع يهوى بربنا يهوش والمسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجدية وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الضيقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تزكية والتزكية رجاءا والرجاء لا يخزي لأن محبة يهوى قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطالنا فهم العملية ومعرفة أن ثمة سببا للألم والحفاظ على تركيزنا على المكاسب المستقبلية كل هذا هو ما يبقين أقوياء خلال التجارب واعلم أن الأمر ليس سهلا مرة أخرى لدينا طبيعة ساقطة لكن لا أمر يستحق أن نكسبه ويتطلب الأمر إيمانا لنثق بأن يهوى يعمل لخيرنا وهذا الإيمان هو الذي يجلب لنا السلام كيف ذلك؟ كيف يعمل الإيمان ذلك؟ إن تعريف الإيمان ليس مشاعر لطيفة ودافئة وغامضة نحن نحب الشعور بالرضى ولكن هذا ليس الإيمان هذا شعور الإيمان هو أن نصدق كلام يهوى بسبب هويته فهو كلي القدرة ولطيف ومحب ورحيم وغفور ويقبل الكل ويريد لنا الخير نحن نختار أن نصدق ذلك بغض النظر عن مشاعرنا وفي المقابل نمنح السلام مرة أخرى إنها عملية فكيفية استجابتنا للتجارب التي نواجهها تكشف لنا المجالات التي علينا مراعاتها ويتجل إيماننا في كيفية استجابتنا فكما لا يحصل لاعب كمال الأجسام على تغييرات بين عشية وضحاها نحن أيضا لن نرى تغييرات بين عشية وضحاها لكن الاختيارات المتسقة ستنتج حصادا وفيرا أتذكر أنني قرأت ذات مرة أن الإيمان نبات ينمو بسرعة عندما يتغذى فكرت في ذلك وحرست أحقا على تعزيز إيماني وأنت تعرف ماذا؟ هذا واقع نمى بالفعل عندما اخترت رعايته جميل يا سامي وأنا متأكد من أنه مشجع بالنسبة إليك من خلال التركيز على المكاسب طويلة المدى التي يمكن الحصول عليها من خلال التجارب نختار ممارسة الإيمان وعندما نفعل ذلك نصبح أقوى ونتعلم الدروس التي يعلم يهوى أننا بحاجة إلى تعلمها ويعيد خلقنا على صورته حتى لو لم نعكس مجده بشكل كامل حتى يمنحنا طبائع أعلى نظل قادرين على إحراز تقدم ثابت في هذه العملية عندما نخضع لهذه العملية عن طيب خاطر يعمل يهوى على توافقنا مع إرادته وهذا هو الأمر الثالث الذي تفعله بنا التجارب سمع انتقل إلى بطرس الأولى الخامس غالبا ما نقتبس آية هنا وآية هناك من هذا الإصحاح لكن فلنقرأها في سياقها لأن بولوس هنا يشرح كيف تجعلون التجارب نتوافق ومشيئة يهوى فلنبدأ بالآية السادسة حتى الحادية عشرة فتواضعوا تحت يدياه القوية لكي يرفعكم في حينه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم أصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يهوشوى بعدما تألمتم يسيرا هو يكلمكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين آمين آمين كل شخص يواجه التجارب الجميع يعاني لا أحد سيبقى سالما ولم لا؟ عندما نعيش في عالم خاطئ طبيعتنا ساقطة ونعيش محاطين بأشخاص ذوي طبيعة ساقطة بالطبع المشكلات والمعاناة قائمة وهذا ما كان يهو يحاول أن يخلصنا منه عندما حذر آدم وحواء من ترك الشجرة المعرفة وشأنها لكن فلنتذكر أننا رغم المعاناة والفوضى والضغوط الناجمة عن المشكلات التي نواجهها إلا أن يهو يعمل من خلالها لنتوافق وإرادته إنه يستخدم التجارب ذاتها التي نعتبرها مؤلمة ليرشدنا إلى الطريق الذي يريدنا أن نسير فيه أنا لا أقول إنه يسبب المعاناة بل يستخدم ما يسببه الشيطان لخيرنا بمعنى آخر، الآب لا يدع آلامنا تذهب السدن إنها طريقة جيدة لصياغة الأمر تروقني، فلنقرأ المزمور الثاني والثلاثين الآيات الثامنة حتى الحادية عشرة إنه الوعد الذي يمكننا المطالبة به عندما نمر بأوقات صعبة أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها أنصحك، عيني عليك، لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يكم لألا يدنوا إليكم كثيرة هي نكابات الشرير أما المتوكل على يهو فالرحمة تحيط به افرحوا بيهو وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستقيمي القلوب موضوع يهو الذي يرشدنا يتكرر في جميع أنحاء الكتاب المقدس سامي انتقل إلى المزمور الرابع والثلاثين يقول لنا بولوس في تسالونيك الأولى الآيات السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة افرحوا كل حين صلوا بلا انقطاع أشكر في كل شيء لأن هذه مشيئة يا في المسيح يهو شوى من جهتكم من أين برأيك حصل على هذه الفكرة؟ من المزمور الرابع والثلاثين ما هي الآيات؟ ابدأ بالآيات الأولى أبارك يهو في كل حين دائما تسبحه في فمي بيهو تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون عظموا يهو معي ولنعل اسمه معا سهل أن نمدح يهو عندما تسير الأمور على ما يرام ولكن ليس هذا هو موضوع هذا المزمور يقول في الآية الثانية يسمع الودعاء فيفرحون لماذا يجب أن نفرح عندما نشعر بالضيق؟ تابع القراءة يا سامي سيطلعنا على السبب طلبت إلى يهو فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ ويهو استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك يهو حال حول خائفيه وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب يهو طوب للرجل المتوكل عليه اتقوا يهو يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه الأشبال احتاجت وجاعت وأما طالبوا يهو فلا يعوزهم شيء من الخير لاحظ يا سامي أن هذا لا يعني أن شعب يهو لا يواجه المشكلات بل يعني أن يهو أمين ليخلصنا من المشكلات التي نواجهها جميعا تابع القراءة الآية الخامسة عشرة عينا يهو نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم وجه يهو ضد عاملي الشر ليقطع من الأرض ذكرهم أولئك صرخوا ويهو سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم قريب هو يهو من المنكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح كثيرة هي بلاي الصديق ومن جميعها ينجيه يهو يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير ومبغضو الصديق يعاقبون يهو فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب ماذا تقول الآية التاسعة عشرة الشخص الصالح أو الصديق لن يكون لديه متاعب كثيرة متاعب كثيرة صحيح ولكن لسنا وحدنا عينا يهو على الأبرار وأذناه مفتوحتان لصراخهم اجمع هذه المعرفة بواقع أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون يا رومي الإصحاح الثامن الآية الثامنة والعشرون هذا ما يمنحنا القوة للصمود خلال تجارب الحياة فكر في الأمر تجد أنها هدية حقيقية هو كذلك فيهو يستخدم أسوأ تجارب حياتنا لتشكيل مسار حياتنا لا يرسلها بل يستخدمها ليقودنا إلى حيث يعلم أننا بحاجة إلى أن نكون لمصلحتنا لذا سواء كان الأمر يتعلق بالسرطان أو الطلاق أو ترك الوظيفة مهما كانت أسوأ تجاربنا يمكننا أن نعرف أن يهوى يعمل ليجلب البركة فهو لا يستخدم ما يرسله لنا فحسب بل يستخدم أيضا ما يرسله لنا الشيطان لخيرنا قد لا نرى إلى أين يقودون يهوى الواقع لا نستطيع ذلك عادة ولكننا لا نحتاج إلى رؤية ما هي الخطة طويلة المدى لنعرف أنها من أجل خيرنا النهائي وسعادتنا الأبدية أستطيع أن أرى حقا كيف تجلب هذه المعرفة الراحة والقوة أحيانا عندما نعاني ما يصعب الأمر للغاية هو أنه يمكن أن يبدو بلا معنى ولكن أن نعرف أن ثمة هدفا من الألم وأن يهوى يعمل من أجل خيرنا فهذا يساعدنا التالي هو حقيبة بريدنا اليومي التي تحتوي على سؤال مثير للاهتمام حول المسيحية اليوم تابعونا أربع مرات في الأنجيل ذكر أن يهوى يعلن لليهود المستمعين أن يهوشوى هو ابنه الحبيب عندما كنت ثالثيا أوحى لي هذا أن يهوشوى كان له امتياز كونه ابن يهوى الوحيد إذ كان يتقاسم قربا خاصا مع الآب لا يمكن لأي شخص آخر اختباره إذ كان الله الإبن أو هكذا أمنت لكن الحق المذهل هو أن يهوى لديه الكثير من الأبناء والبنات الأمر لا يقتصر على يهوشوى فالمؤمنون مدعوون للدخول في علاقة وثيقة مع الخالق وهو بكل معنى الكلمة يربينا فيها هذه العلاقة الخاصة والحميمة جدا تجلب معها طوفانا فوريا من البركات التي تؤثر على كل مجال من مجالات الحياة الروحية لمعرفة كيفية اغتنام الفرص المتاحة لكم بشكل كامل كأبناء أو بنات ليهوى استمعوا إلى حلقة بثت سابقا عنوانها مولودون من صلبي يهوى الحلقة 198 هناك بركات غير محدودة لكل من يقبل يهوى أبا لهم أنت أيضا يمكنك أن تكون ابنه الحبيب وابنته العزيزة استمع إلى مولودون من صلبي يهوى لتعلم كيف يمكنك الحصول على هذه العلاقة المميزة الحلقة موجودة على موقعنا وعلى اليوتيوب هل سمعت بملعب الركب المصنوع من الزجاج؟ الزجاج؟ كيف يمكن أن تسير على ملعب مغطا بالزجاج؟ ليس مغطا بالزجاج بل أرضية الملعب زجاجية حول ما يزيد عن 2800 طن من الزجاج المعاد تدويره إلى ريمال ووضع في طبقات تكون بمثابة أرضية للملعب ووضع العشب فوقها يا سلام أين حصل ذلك؟ في المكان الذي يأتي منه سؤالنا اليوم نيلسون نيوزيلاندا إنه سؤال مثير للاهتمام تسأل جين هندرسون ما هو الفرق الأكبر في نظركم بين المسيحية في القرن الأول والمسيحية في القرن الحادي والعشرين؟ سؤال رائع التغييرات الواضحة في اللهوت كان المسيحيون في القرن الأول موحدين آمنوا بأن يهوى وحده هو الله ولم يؤمنوا بالثالوث إضافة إلى ذلك كان ليزالوا مسيحيون القرن الأول يحتفلون بأعياد يهوى وفي أعمال الرسل الواحد والعشرين كان يعقوب وبولوس وبقية الشيوخ لا يزالون يمارسون تقديم الذبائح أليس هذا رائعا؟ لم نقر بذلك لأننا اليوم لسنا على دراية بجميع التقوص والذبائح ولكن عندما أخبر الرسل بولوس أنه يجب أن يدفع نفقات أربعة مؤمنين لإكمال نذورهم كانت النفقات التي يقصدها حيوانات للتضحية ومن الواضح أنهم لم يصدقوا أن هذه الممارسات لا تحترم ذبيحة يهوشوى لذلك بعض الاختلافات اللهوتية والعقائدية الضخمة في كل من الإيمان والممارسة قائمة بين مسيحية القرن الأول والمسيحية كما تمارس اليوم أظن أن ياه كان يستعيد الحق في السنوات الأخيرة بالتأكيد يا سامي لكنه لم يكن يحتاج إلى ذلك لو أننا لم نفقده في المقام الأول عندما تم استيعاب الوثنية في المسيحية في القرون الثاني والثالث والرابع ولكن ثم تفرق كبير آخر أره بين المسيحية أنذاك والمسيحية الآن وهو الافتراض الحديث بأن مهمتنا هي تحديد الخطيئة وهي ليست كذلك اقرأ لنا يحنى السادس عشر الأيات السابعة حتى الحادية عشرة هذه بعض الكلمات الأخيرة المسجلة للمسيح قبل خيانته في جث سيماني هنا يخبر المسيح تلاميذه أنه على وشك أن يتركهم ويشرح لهم لماذا ذلك ضروري تفضل لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضاً وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين لاحظ يا سامي أن يهوش ويقول إن مهمة الروح القدس يتبكيت العالم على ثلاثة أمور مهمة الخطية والبر والدينونة هذه هي وظيفة الروح القدس وليست وظيفتنا ماذا عن النصيحة التي تقول إنه في حال حدوث أي مشكلة من المفترض أن تذهب إلى الشخص المعني إذا لم يستمع إلى نصائحك فاستحب شخصاً معك وإذا استمر في عدم الاستماع فخذه إلى الكنيسة اقرأ المسألة في سياقها وسترى أنه يقصد مواقف محددة عند الصراع بين الأشخاص لا يقصد بأن خال أنفسنا حكاماً على ما نعتبره إخفاقات الآخرين سأسألك التالي ما الذي كان سيحدث في رأيك لو أنه عندما جرى الفريسيون المرأة التي أمسكت بالزنى إلى المسيح وعظها وقال لها أحبك لكنني أكره خطيئتك فقط ماذا كان سيحدث؟ أظن أن الفريسيين كانوا سيشجعونه لسبب واحد بالتأكيد يا سامي كانوا سيلفون حولهم ثياب البر الذاتي ويرجمون المرأة لكن هذا ليس ما حدث بعد أن كتب على التراب خطايا متهميها أخبر المسيح المرأة ببساطة أنه لم يدنها لم يذكر في أي مكان في الكتاب المقدس أن المسيح أدان أي فرد بسبب خطيئته لم يدن زك لكونه غشاشا وعشارا ولم يدن مريم المجدلية لأنه خرج منها سبعة شياطين أو لأن حياتها صاخبة الفريسيون فعلوا كل ذلك فعلوا كل ذلك به ذلك المثل الذي قاله عن الفريسي والعشار لطالما كان عالقا في ذهني لوقى الثامن عشر استمع إلى التالي وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصلياه واحد فريسي والآخر عشار أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا اللهم أنا أشكرك أني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنات ولا مثل هذا العشار أصم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء بل قرع على صدره قائلا اللهم ارحمني أنا الخاطئ أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك لأن كل ما يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع إذن ما الذي بكت قلب العشار؟ هل أشار الفريسي إلى خطيئته؟ لا هذا لا يجوز بالطبع لا يا سامي عمل روحي في القلب وحده هو الذي يمكنه إحداث مثل هذا التغيير اقرأ لنا لوقاء الخمس عشر الآيتين الأولى والثانية ماذا يخبرنا عن معاملة يهوشوة للمنبوذين اجتماعيا؟ وكان جميع العشارين والخطاط يدنون منه ليسمعوه فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاطا ويأكل معهم بشر بالحق ولم يستخدم الحق كسلاه ترك التبكيت لروح يهوى هل تذكر نبوءة إشعياء عن المسيح؟ قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ إلى الأمان يخرج الحق التبكيت هو عمل الروح القدس مهمتنا هي جذب الخطأ إلى المسيح من خلال معاملتهم باللطف نفسه والقبول والرحمة التي عاملهم بها في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الخوف وذكرت صديقيك أتذكر؟ قلت إنهما انتقلا إلى الخارج لذا لا تكلمهم كثيراً بدأ الأمر وكأنهما زوجين مثليين ذكرت الرجل وزوجه نعم إنهما لطيفان من المحزن حقاً أنهما فقدا إيمانهما ولم يعودا مسيحيين وهما متزوجان زواج المثليين قانوني في 24 أو 25 دولة وصلتنا رسائل كثيرة بخصوص ذلك أريد أن أوضح لمن سأل النموذج الكتابي للزواج كما أظهره آدم حواء هو رجل واحد لامرأة واحدة وليس رجل واحد لعدة نساء وليس شخصين أو أكثر من الجنس عينه ولا امرأة واحدة لعدة رجال حدث هذا قبلاً في التاريخ ومع ذلك ليست وظيفتي وليست وظيفة يوسف أن نعطي دروساً للآخرين عن قناعاتنا الشخصية عن البر فيهوش ولم يفعل ذلك لو فعل لما اجتذب إليه الخطأة أبداً هذا صحيح يا سامي كيف ستجذب الناس إلى المخلص عندما تدفعهم بعيداً بكلمات الانتقاد ومواقف الإدانة ليست الطريقة المناسبة لجذب الناس إلى المسيح لا أحد يجادل فيما يتعلق بنموذج الزواج المقدم في رواية التكوين كان هناك رجل واحد وامرأة واحدة ولكن دعونا لا نتطرق إلى هذه النقطة في كل مرة نتحدث فيها مع شخص مثلي الجنس نحن لا نتجول ونقول باستمرار للأشخاص الذين يفرطون في احتساء الخمر الخمر مستهزأ المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم مثالنا لكيفية معاملة الخطأ يستند إلى معاملة المسيح لهم قبل الدعوات إلى بيوتهم وأظهر لهم من خلال لطفه وقبوله أن يهوى سيقبلهم وهذا ما علينا فعله بصفتنا ممثلين ليه تماماً إذا كان لديكم سؤال أو تعليق زوروا arabic slash worldslastchance.com وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة يروقنا التواصل مع مستمعين ومشاركة التعليقات وطلبات الصلاة مع الفريق بأكمله التالي نادية يعقوب ووعد اليوم لأي شخص يواجه وقتاً عصيباً مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه عندما كانت كارين فوستر شابة كانت تستمتع بالعمل في معسكر الشباب خلال الصيف لقد كونت صدقات جيدة مع زملائها المستشارين وكانت تستمتع بساعة ما بعد الغداء كل يوم عندما كان المعسكرون يسترحون في مقصراتهم وكانت تستغل هي والمستشارون الآخرون الوقت في السباحة والمرح في أحد الأيام خلال عودتهم إلى الشاطئ بعد قضاء ساعة ممتعة في التزالج على الماء قرر تم الشاب الذي يقود القارب أن يسلك طريقاً مختصراً عبر منطقة السباحة إذ لم يكن يخرج أي من المعسكرين بعد وكان الوقت ينفد وفجأة تعرض قاع القارب لضربة خفيفة تم سرخت كارين استضمت بشيء ما أطفئ المحرك ارتعب الجميع وكان الشباب على مدن القارب يشاهدون شخصاً يطفو على سطح الماء سرعان ما تحولت مياه البحيرة العكرة إلى اللون الأحمر عندما كافح رون أحد أفراد طاقم المطبخ لبلوغ الضفة قبل أن يفقد بعيه وترددت أصداء الصراق عبر المياه بينما هرع المستشارون لمساعدته شغل تيم القارب وأداره سريعاً إلى الضفة بينما اندفع الشباب للخروج منه في محاولة يائسة لمساعدة صديقهم أمسكت كارين بمنشفة البحر الخاصة بها وسارعت نحوه نظرت إلى الأسفل مذعورة لم تشهد مثل هذه الإصابة المروعة من قبل كان الجرح طويلاً وعميقاً وكشف إحدى رئاتي رون كان بإمكانها سماع الحسسة الناعمة بينما كان الهواء يتسرب للداخل والخارج وتساءلت كيف لا يزال على قيد الحياة وصلت ممارضة المخيم ومعها المزيد من الملابس والبلاستيك لتلفها حول صدر رون وبعد فترة بدت طويلة وصلت إلى البحيرة شاحنة المخيم القديمة ووضعوا فيها فرشة في الخلف فالوصول إلى أقرب طبيب كان يتطلب مسافة ثمانية عشر ميلاً أو ما يقرب ثلاثين كيلو متراً عبر طرق وعرة جداً صلى الشباب كما لم يصلوا من قبل خلال الرحلة الطويلة إلى العيادة ولكن عندما وصلوا إلى هناك ألقى الطبيب نظرة واحدة وأدرك أن الإصابة بالغة جداً ولا يمكن معالجتها في مثل هذا المستشفى الصغير كان على رون أن يذهب إلى مستشفى مقاطعة ديد ويقطع عشرين ميلاً إضافية لو أراد فرصة للبقاء على قيد الحياة ما لم يعرفه أحد في المخيم وهم يصلون ويصلون من أجل صديقهم المصاب بجروح خطيرة هو أنه في ذلك اليوم بالذات كانت مقاطعة ديد قد تحددت موعداً للتدريب على الطوارئ على الكوارث عندما وصلت سيارة الإسعاف إلى غرفة الطوارئ كان جميع أفراد الطاقم الطبي في المقاطعة بأكملها على أهبة الاستعداد لإجراء التدريب في انتظار استقبال الضحايا لوهميين ثابت أن هذا من العناية الإلهية إذ كان ثلاثة جراحي صدر في الموقع وبعد اجتماع قصير وفي غضون عشر دقائق كان رون يخضع لعملية جراحية لاحقاً أخبرهم الدكتور جيمس أحد الجراحين أنه لم يرى مثل هذه الإصابة الخطيرة التي نجى منها المريض قال ساعدت حالة رون الجسدية الجيدة في إنقاذ حياته ولكن لابد من أن أمراً آخر ساهم في إنقاذه أدركت كارين وأصدقاؤها بالضبط ما هو هذا الأمر لو لم يحدد موعد لتدريب الطوارئ على الكوارث في اليوم الذي أصيب فيه رون فلكم من الوقت كان سيستغرق نقل الجراحين المؤهلين إلى المستشفى كان محتملاً أن ينزف رون حتى الموت قبل أن يتمكن من إجراء الجراحة له لكن كل متخصص مطلوب لمثل هذه الحالة الطارئة كان موجوداً في الموقع في ذلك اليوم ونجى رون أحياناً تحدث أمور سيئة لأناس طيبين هذه الحياة في عالم خاطئ فالحوادث تقع والأحداث غير المتوقعة يمكن أن تسبب إصابات مروعة وحتى الموت ولكن يظل يهوى هو المسيطر يقول المزمور 121 أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتعوني معونتي من عندي يهوى صانع السماوات والأرض لا يدع رجلك تزل لا ينعس حافظك إنه لا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل يهوى حافظك يهوى ظل لك عن يدك اليمنى لا تضربك الشمس في النهار ولا القمر في الليل يهوى يحفظك من كل شر يحفظ نفسك يهوى يحفظ خروجك ودخولك من الآن وإلى الدهر لقد منحنا وعودا عظيمة وسمينة ابدأوا بالمطالبة بها نحن نعلم بالطبع أن شيطان ينوي أن تضعف التجارب إيماننا حتى نبتعد عن يهوى لكن يجب عدم الرضوخ لهذا الواقع فلنتناول مثال يوسف بيعك عبد ووضعه كان يعرف بأنه مصير أسوأ من الموت لكنه وثق بيهوى ليحول المأساة إلى انتصار وهذا بالضبط ما حدث فقال لإخوته أنتم قصدتم لي شرا أما يا فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا هذا بيان مثير للاهتمام أدرك إيمان يوسف أن يهوى قد صنع كل ما صنعه لغرض محدد الحفاظ على حياة عائلته بأكملها في المجاعة في جميع أنحاء العالم لذا تذكروا التجارب تعطينا نظرة ثاقبة لشخصياتنا إنها تعطينا فرصة لنمو الشخصية وتحولنا إلى صورة يهوى وتجعلنا نتوافق وإرادته عندما نقبل هذا بالإيمان نرى أن التجارب التي كانت صعبة ستصبح أعظم بركاتنا آمين أشكركم على متابعتكم إن استمتعتم بحلقة اليوم وأردتم مشاركتها مع صديق فيمكنكم العثور عليها على موقعنا وعلى يوتيوب ابحثوا عن الحلقة 245 وعنوانها سر الانتصار على المآسي أكرر سر الانتصار على المآسي نأمل أن تتمكنوا من الاستماع إلينا غدا وحتى ذلك الحين تذكروا أن يهوى يحبكم وهو جدير بثقاتكم كنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة والحلقة السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متاحة للتنزيل على موقعنا إنها رائعة للمشاركة مع الأصدقاء والاستخدامها في دراسات الكتاب المقدس كما أنها مصدر ممتاز لأولئك الذين يعبدون يهوى بمفردهم في المنزل للاستماع إلى الحلقات التي بثت سابقا زوروا موقعنا وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة المعروض على صفحتنا الرئيسية في تعاليمه وأمثاله لم يقدم المخلص أي علامات للأزمنة يجب الانتباه إليها بدل ذلك فحوى رسالته كان اليقظة المستمرة انضموا إلينا مرة أخرى غداً للحصول على رسالة أخرى مليئة بالحق بينما نستكشف مواضيع مختلفة تركز على عودة المخلص وكيفية العيش في استعداد دائم للترحيب به بحرارة عندما يأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نعلم العقول ونعد القلوب لعودة المسيح المفاجئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر